ويلتحقوا بنا من هناك زميلوني نايف ثقيل من أفراد بعثتنا هناك نايف الحمد لله السلام وصلتوا الصين وشاخر الأخبار رغم أنه مبكر بس أكيد عندك أخبار عن سعودية والصين الثلاثة المقبل تفضل الله يسلمك بالتال طبعاً بعثة المنتخب السعودية ستصل إن شاء الله عصر اليوم نحن الآن بدأنا يوم جديد في الصين ستصل للمدينة داليان عصر اليوم هناك ترتيبات كاملة من ناحية السفارة يتواجد ممثلي السفارة من يومين في داليان لتسهيل إجراءات وصول المنتخب السعودي طبعاً بالتالي يمكن البعض يستغرب سبب اختيار داليان وهي مدينة صغيرة مقارنة بباقي المدن والسبب يعود إلى أن الاتحاد الصيني يتعامل مع مباريات المنتخب بلاده بشكل مختلف حيث يقوم بطرحها للمنافسة العامة وتقوم المدن الصينية بالمزايدة على تقديم عطاءات مالية لكسب استضافة المباراة مباراة سعودية تنافست عليها تسع مدن صينية تم اختيار داليان لعدة أسباب أحد هذه الأسباب هو العطاء المالي الذي تم تقديمه لكن هناك أسباب أخرى تحدث عنها الاتحاد الصيني وهي قربها من اليابان لأن المنتخب الصيني سيصل اليوم من توكيو أيضاً ملائمة أجواءها في المدن الأخرى الحرارة عالية جداً وأيضاً رضوبة لذلك تم اختيار داليان هناك حماس كبير من الجماهير الصينية لحضور المباراة الملعب يتسع إلى 61 ألف بيعت التذاكر بشكل كبير لم يتواجد لم يبقى إلا سواء بعض المقاعد القليلة جداً دخلت على الموقع بنفسي بعض المقاعد القليلة جداً في الواجهة الأمامية للمدفجات الملعب وبالتالي قيمة التذاكر مستفعة جداً مقارنتها بالسعودية كيف اليوم التقيت بأصدقائك الصينيين في الإعلام الصيني اللي يجون السعودية دائماً تستقبلهم لما تكون فرق ومنتخبات صينية كيف ردت فعلهم على الخسارة اليابانية هل يعتبرون بأنه خلاص مضت الركاب وهم في المؤخرة لن يلتحقوا أو متفائلين في مباراة أمام السعودية مثلاً يريدون التعويض حديثي معهم كان قبل مباراة المنتخب السعودي مع أندوليسيا والتعادل المفاجئة بالتأكيد للجميع من قبل كان دائماً تقييمهم لمنتخبهم أنه منتخب ضعيف نوعاً ما وليس له فوصة في التأهل على الأقل في الموحلة الأولى قد يتأهل في الموحلة الرابعة من التصفيات عندما تكون هناك مجموعتين ولكن الآن الأمر صعب بالنسبة لهم وهم مقتنعين بهذا الأمر ولكن المختلف أنه اليوم كان في مطالبات باتخاذ موقف قوي مع اتحاد القدم وموقف قوي مع المدفع بعد الخسارة بسباعية أمام المنتخب الياباني كانت خسارة مؤلمة بالنسبة لهم حتى تحدثت مع صينيين خلال تنقلي في مطار شنقهاي كانت مؤلمة بالنسبة لهم الخسارة السبعية ولكن قد تكون خسارة أو تعادل المنتخب السعودي مع اندونيسيا ترفع أمال الصينيين نوعاً ما هل هنا قرارات من التحدي الصيني قبل المباراة مثلاً قالت المدر بتغييرات بشكل أو بآخر في عجالة نايف حتى الآن لم يصدق أي تعلم الوقت المتاخذ حتى الآن لم تصدق أي قهوات سواء على المنتخب السعودي بعد التعادل وأيضاً حتى المنتخب الصيني بعد الخسارة بسباعية لكن إن شاء الله بنستقبلهم ونعر تفاصيل أكثر إن شاء الله دعواتنا بالتوفيق للمنتخب السعودي لكل المنتخبات العربية المشاركة بعد التصريحات نشوف ثمان مقاعد إن شاء الله نشوف فيها منتخبات عربية تحصل على مقاعد كثيرة ويستمر الحضور السعودي الدائم في المونديال موفد العربية نايف الثقيل وزملاء المصورين معه والمعدين شكراً جزيلاً لكم